الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم وجهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة نظراً لتأثري سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن مساهمته في خطة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بتقديم دعم شهري منتظم إلى أربعمائة ألف أسر من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال المؤسسات أعضاء التحالف بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليارين وأربعمائة مليون بني لمدة عام يأتي ذلك بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة وصل الخير اثنان والتي يستهدف بها التحالف خدمة ورعاية نحو خمسة ملايين أسرى خلال العام الجاري كلف رئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يقتضي نظاماً انتخابياً خاصاً وخلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن شدد سعيد على ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن هناك ملفات عدة قد تطرح للنقاش خلال المحادثة المرتقبة اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ وقال كيربي أن هذا الاتصال الذي يعد الخامس بين رئيسين الأمريكي والصيني يهدف في الأساس إلى إبقاء خطوط الاتصال بينهما مفتوحة معرباً عن اعتقاده بأن قضية تايوان قد تطرح خلال هذا الاتصال وتوقع المتحدث أن تتطرق المبحثات أيضاً إلى ممارسات الصين في منطقة المحيط الهادئ الهندي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً أغلقت بورسة وولستريت على ارتفاع حاد وذلك بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وقفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم وفي مقدمتها نزدك كما ارتفع مؤشر ستاندرد انبورز كما أغلق المؤشر داو جونس الصناعي مرتفعاً قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيعقد محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وقال بلينكين في مؤتمر صحفي أنه سيبحث مع لفروف ملفات عدة أهمها اتفاقية تصدير الحبوب داعياً إلى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق وأوضح أيضاً أن المحادثات الهاتفية المرتقبة لن تكون للتفاوض حول أوكرانيا إنما ستنحصر بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أمريكيين أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي أن الجيش الروسي ينفذ عملية إعادة انتشار كبيرة باتجاه مدن خيرسون ومليتوبول وزابوريجيا من جهته تعهد زلينسكي في خطابه المسائي بأنه ستتم إعادة بناء جسر أنتونوفاسكي الحيوي الذي استهدفته القوات الأوكرانية لقطع طرق الإمداد عن القوات الروسية في منطقة خيرسون ويعتبر هذا الجسر ممرا رئيسيا للإمدادات لأنه الجسر الوحيد الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دينيبرو وبقية منطقة خيرسون لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة كنت معكم هشام عبدالتواب وإلى اللقاء اشتركوا في القناة